تمكن أفراد فرصية لبحث درك الوطني بالواد من توقيف شبكة دولية منظمة في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية للمركبات وإدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية العملية النوعية شاملت تحقيق حول استوربعين ملف قاعدي مزور يستوربعين مركبات من مختلف الأصناف باسم شركة وهمية التحقيقات أصفرت عن تحديد تواطئ تسع موظيفين يعملون على مستوى مكاتب حركة المرور لأربع بلديات تابعة لولايات الواد وخبير مناجم سابق بالإضافة لعامل بمؤسسة خاصة معتمدة تنشط في مجال مدابقة السيارات كما تم حجز 17 سيارة من بينها سيارة بتحمل تلقيم دولي مع توقيف 17 شخص من بينهم امرأتين بالإضافة إلى أربعة في حالة فرار للإشارة عملية استرجاع السيارة المزورة متواصلة وكذا توقيف المتورطين